اسمها اريا اربعة واربعين. دي مكتوب قصادها. تمانية لا. تمانية موجود منها يمين? موجود منها شمال. لا. لبعد كده اربعة واربعين اسمها بروكز اريا. بروكز اريا دي بتاعة الكلام. دي مش محتاج منها نسختين. محتاج منها نسخة واحدة بس عشان تقرر تتكلم. وخلي بالك بقى الكلام في النيرولوجي مش معناه كلام زي اللي بنتكلمه لها. الكلام في النيرولوجي معناه حوار بين اتنين او اكتر من اتنين مش لازم يكون بالكلام المنطوط. ممكن يكونه عن طريق الكتابة والقراءة. يعني اكتب لك جواب وترد عليها واكتب لك او اعبر عن نفسي بالكتابة. وانت تفهم مني ان انت تقرر. يبقى سبيتش في نيرولوجي معناه حوار بين ناس يا اما كلام منطوط يا اما كلام مكتوب. اول حاجة يعني مهم ان انت تقدر تعبر عن نفسك. فقالوا ان اول حاجة في عندي اريا فولتي فول اسمها بروكز اريا. دي هايست اريا ارقى اريا في الدماغ مسؤولة عن الكلام بتاعك. يعني ايه حوار دا? يعني دي ايه يا وصفتها ايه? بتترجم. بتترجم. الافكار اللي في دماغك. يعني انت عندك فكرة في دماغك. هي بتترجم الفكرة دي لامر. يطلع في هاي الكلام منطوط. مثلا قبلت واحد الصبح. وخلاص انت عايز تديله تحية. التحية دي هتقول له صباح الخير وسلام على اي حبي. التحية دي هي الفكرة اللي في دماغك. هي هترجم الفكرة دي لامر يطلع في هاية الكلام اللي انت نضر. ايه انت جيش في دماغك هتحيي. تحية دوله اه صباح الخير. الجملة دي فكرة دي اللي بتقطع الفكرة بتطلع منها. طب هي الفكرة بطلعت من هنا. يبقى انت عشان تطلع على الفكرة اللي محتاج كزا ايه دي ولا كفايا واحدة? واحدة. اه بس هين اللي ينفس? مين اللي يحرك اللسان? اللسان اللي بيتكال ليهتنفي. مصر ولا ايه? والبق ايه? مصر. طب مين اللي يحرك المصر? الاريا اللي مصر? اللي هي الاريا كانت اربعة. طب يبقى معنى كده ان اربعة واربعين دي لازم تبقى متوسلة بالاريا اللي بتنفذ اللي هي اربعة. لكن الفكرة تطلع عم اربعة. الفكرة تطلع عم اربعة. لا. كل اللي على الاريا فور انها يتحرك اللسان. لكن الاريا طلع منك اربعة واربعين. اسمها بروكرز اريا. طيب جيت انت لاريا فورتي فورتي وبدلغت. ليشن في اريا فورتي فور. يبقى انت ما بقاش عندك قدرة انك تكاد تترجم الفكرة بتاعتك لايه? لنطق. يبقى فقدت النطق. اسمها افازيا. مش دي سارفيا. امان لو تكاتل فكرة موجودة. بس اللسان الحرق يعني اريا اربعة واربعين ضعيفة وتتحرك بحش. يطلع الكلام بس يطلع الكلام ايه? مش حل. اسمها دي سارفيا. لكن لو انت دلوقتي اريا اربعة واربعين دي الضابط. مش شغالة. يبقى انت مش قادر تطلع الفكرة. فمش قادر تترجم الفكرة بتاعتك لكلام ممطور. اسمها فقدت النطق. افيزيا. ودي اول نطق الافيزيا نقوله النهاردة. طب بس خلي بالك تقابل واحد صبح. عايز تحيييه تقوله صباح خير. اا. مفيش. مش هخاضر. دي اسمها ما انا طقش. بس الفكرة تترجمها عايز تعملها بس مفيش. طب دي مش عيب اريا ربع. اريا ربعين. عيب اريا اللي بتطلع الفكرة. دي اسمها عدم القدرة على النطق. وبالتالي هتفقد قدرتك انك تعمل ايه? حوار. السؤال هنا. انما ضرب اريا فورتي فورتي. يبقى العيد في الحوار هنا. عيب ان انت مش عارف تطلع. ولا مش عارف تتلقى. فهتطلع. العيب في انت مش عارف تطلع الفكرة. دي اسمها بينكم ايه? موتور افيزيا. موتور يعني مش عارف تعبر عن نفسك. بالكلام المنطوق. اما انا كنت مش عارف تتلقى. كان يبقى اسمها سينسوري افيزيا. اجلها شوية. يبقى هكتب هنا على جنب في الجورد موتور افيزيا. فيربل فيربل يعني بالكلام المنطوق ولا بالكلام المكتوب. منطوق. اريا اربعة واربعين. الاريا اللي بعدها زيها بالصبت. خمسة واربعين. بس دي ما بتقدرش تعبر عن نفسك بالكتالة. بس طبعا. ما لازم يكون بيعرفي ارواية ده. اريا بعد كده. اسمها اريا بعد كده خمسة واربعين اسمها اكسنرز اريا. واللي ايج اسمها اجرافيا. اجرافيا يعني انت مش هتتعبر عن نفسك بالكلام المكتوب. الايج اللي بعد كده على الاعلى درجة من الاهمية اسمها دي بتميزك عن بقيه.